مشاهدين أهلا بكم يا بابا شيلني عبارة تظهر مأساة طفل سوري جديد تضاف إلى المآساة التي تسببت بها الحروب السورية عبدالباص الطفل السوري فقد ساقيه كما فقد أمه وأخته الصغرى جراء قصف استهدف منزله في بلدة اللهبيت في ريف إدلب الجنوبي فتحت هاشتاك بابا شيلني المستخدمون تدول بكل ألم مقطع صرخته المدوية وهو يستنجد بوالديه ليحمله بعد محاولته النهوض على قدميه لكنه تفاجأ ببطر ساقيه في مشهد بكت له القلوب قبل العيون تغريدات المغردين حملت في طياتها الحزن والشفقة على ضحايا الحرب والدمار دعينا الله أن يفرج همها بيت الزكاة الكويتي وعبر حساباته الإلكترونية أعلن رعايته للطفل السوري عبدالباصت وتكفله بعلاجه وحرصا على ذلك قام حساب قطاع الأخبار والبرامج السياسية عبر تطبيق إنستجرام بالتواصل مع رئيس قسم كافل الأيتام في بيت الزكاة الكويتي استاذ عبدالرحمن التركيت الذي صرح بالآتي انطلاقا من رسالة الكويت الإنسانية رؤية بيت الزكاة نحو مساعدة المحتاج ومديد العون ومن بداية الأزمة السورية دأب البيت على مساعدة المحتاجين والمتضررين ومديد العون والمساعدة ومع توالي الأحداث حرص بيت الزكاة بأن يكون قريبا من المتضررين وقد كان من أشد الناس تضررا وألما هو الطفل عبدالباصت الذي رأيتموه الذي سمع الناس صرخته التي نادى بها والده بابا شيل فما أن حمله أباه استقبله ممثل بيت الزكاة وتكفل أحد المحسنين جزاها الله خير بعلاجة وإجراء عملية جراحية لقدميه المبتورتين جراء القصف وبحمد الله سوف يتم تركيب أقدام صناعية له بمركز الكويت الطبي للأطراف الصناعية قريبا والذي تم إنشاؤه لاحقا في تركيا بمجرد التئام جرها إن شاء الله اشتركوا في القناة